مساء دام وعنيف من بوابة الجنوب صيدا وحتى الحدود اللبنانية الإسرائيلية وقد نعت حركة حماس ما وصفته بالقائد المجاهد سامر الحاج والذي يقال بأنه مسؤول أمني كبير في حركة حماس استهدفته المسيرات الإسرائيلية بصاروخين أحرقت مركبته وجمع كشظايا وحملته الأكتاف في مخيم عين الحلوى القريب من مكان الاستهداف واحتشد الآلاف كطقس من طقوس الاستشهاد في هذه المناطق وتحديدا في المخيمات الفلسطينية وهذا كان بالتزام مع غارات عنيفة شنها الطيران الحربية الإسرائيلي على عدد من البلدات الجنوبية كان آخرها عيت الشعب وأيضا استهدفت طيران الحربية الإسرائيلي في المساء فقط كفار كلا ومركبة ومحبيب وكانت أعنف الغارات على أطراف بلدة كفار حمام كانت غارة عنيفة استهدفت ما يمكن تشبيهه بحضن الجبل بصواريخ ثقيلة يبدو أنها استهدفت بنا تحتية واستمر تصاعد الرماد بالأطنان لفترة ليست بالقصيرة وهذا أيضا بعد أن كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد استهدفت كفار كلا ورأس النقورة هذا الصباح وأوقعت قتلين من حزب الله فيما واصل الحزب بإطلاق صواريخه وقذائفه باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية تسع عمليات منذ الصباح وحتى هذه اللحظة أعلن عنها الحزب كان النصيب الأكبر من هذه العمليات باتجاه كريات شمونة والتي استخدم فيها الحزب قذائف الكاتيوشة وبركان وفلق إضافة إلى الانقضاط بسرب من المسيرات الانتحارية على مركز القيادة البحرية الإسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية وأيضا تواصل القصف المدفعي على عدد من البلدات الجنوبية أحدث حرائق وإصابات في صفوف المدنيين لا يزال الاستنفار عالي طائرات الاستطلاع لا تغادر الأجواء الطيران الحرب الإسرائيلي بين الفينة والأخرى يعلق طيب ولكن هل هناك ردود أفعال في لبنان على عملية الاغتيام الجميع نعى ما وصف بالقائد المجاهد كما وصفته حركة حماس حزب الله نعاه وعدد من الأحزاب والجماعات السياسية القريبة مما يسمى بمحور الممانعة نعت هذا الشهيد وأيضا تم الاستنكار من أطراف عديدة لهذا الاستهداف في وسط المدنيين والذي أوقع عددا من المدنيين وهي لعبة مطاردة شرسة ولعبة استخبارات ومعلومات كبيرة بين إسرائيل وحزب الله والجماعات المسلحة أيضا المنضوية تحت إطار المحور لعبة استخبارات وتعقب ومعلومات لذلك تستوصف هذه الحرب وهذه المعارك بأنها غامضة وغامضة جدا ويطرح السؤال كثيرا كيف يتم التوصل إلى هؤلاء الذين يحتاطون أمنيا ويأخذون تعليمات بأن يكونوا أكثر التزاما بالضوابط الأمنية المضبوطة بالتفوق التكنولوجي الإسرائيلي ومع ذلك تستطيع إسرائيل الوصول إلى هؤلاء واستهدافهم حتى وإن كانوا على دراجة نارية ولذلك يقول البعض بأن تأخر حزب الله هو بسبب أن الحزب الآن يجري إعادة تقييم لمنظومته الأمنية وفحص لاتصالاته الداخلية بعد الاختراق الكبير والوصول إلى رئيس أركانه في ظرفة العمليات